حصد الفارس طلال الرشدان الميدالية البرونزية لبطولة شامورين الدولية للقدرة والتحمل للناشئين التي يقيمت في جمهورية سلوفاكيا وتمكن الرشدان من قطع مسافة السباق الذي أشرف عليه الاتحاد الدولي للفروسية والبالغة 120 كيلومتر بزمن قدره 9 ساعات و30 دقيقة ومؤتبرا ما حققه في هذه البطولة إنجاز طيب كونها المشاركة الأولى له على المستوى الدولي